hello my sweet people how are you i hope everyone is good today we have unit five lesson six the title of this lesson how many rooms how many rooms انا تعلمنا بذاك الدرس الماضي اخذنا تعلمنا rooms sitting rooms living rooms the kitchen bathroom toilet garden وهكذا اخذنا الغرف هسه كل منزل يسألك شخص سؤال يسأل يقول لنا how many rooms how many معناتها كم العدد how many معناتها كم العدد rooms غرف يعني this home number one هذا المنزل رقم واحد how many rooms كم غرف نجي نحسبها one two three four five six seven eight eight rooms ثمانية غرف read it نقراهن living room bedroom bathroom kitchen bedroom المنزل الثاني المنزل الثاني how many rooms one two three four five read it نقراهن bathroom kitchen living room bedroom bedroom home number three how many rooms نحسبهن one two three four five six read it bedroom 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 bathroom kitchen living room أوكي نجي هنانا تتكلم عن منزله تقول my house my house house اللي هو منزل have a living room شنو بي المنزل مالات living room and a kitchen ومطبخ it has a bathroom and three bedroom وثلاثة وثلاثة غرف نوم talk about your home talk about your home يعني تكلم عن منزلك هنانا عدنا هذي مثل game لعبة هنانا start البداية هنانا finish النهاية what is it يعني نسأل هذا what is it tv what is it sofa what is it bed what is it toilet what is it tv what color of this tv pink وهكذا هنانا هذي مثل games فهنانا نراجع الغرف ونتعلم جواب على السؤال how many rooms كم عدد الغرف هنانا من نسأل كم عدد الغرف هنانا نحسب او يريد انه نراجع الارقام اوكي عندنا اكتيفيتي بوك بالاكتيفيتي بوك عندنا هنانا مجموع من الاشياء وهنانا غرف راح نخلي كل شيء بالغرفة المناسبة هنا عندنا كيتشين هنا عندنا اللي هو المطبخ غرفة الجلوس وباثروم اللي هو الحمام نجي على السوفا الاريكة او القنفة نخليها بالليفينج روم الباث الحمام بالباثروم اكيد والككر الطباخ بالكيتشين التلفاز اللي هو بالليفينج روم طبعا اكيد بالباثروم واخر شي فرج ثلاجة بالكيتشين هنا انا مثل الايميل اللي شفنا بذاك الدرس الماضي هنا انا نكتب زينة او اي اسم نعرفها حافظي اسم اصدقاءنا يعني او اسمنا دير زينة عزيزة زينة i like my school my favorite lesson is maths هنا انا عندنا المواد المدرسية انا احب الرياضيات i don't like art what's your favorite lesson ما هو درس كلمة فضل reem نجي هنا انا عندنا مثل الجدول الجدول المال ايام الاسبوع واللي يبيد دروس نجي هنا انا يقولنا i have english in the lesson one هنا انا يقولنا بيوم سندي الدرس الاول اللي هو هذا i have عندي english هو arabic فاذا غلط on monday i have re اللي هو religion and english يعني لهم monday re و english صح lesson 2 الدرس الثاني on wednesday نمشي هذا wednesday ايش يقول لنا it is my favorite my favorite it is science هو غلط art الفنية فغلط i have arabic and science on thursday نجعل thursday ادنا arabic و science فاذا صح هنا انا راجع انه هو المواد المدرسية نجي هنا كل شخص او كل طالب يتكلم عن نفسه يقول my favorite lesson is كتبو احنا كاتبين هنا انجليش اذا ترجلت غيرو غيرو how many maths lessons do you have كم دارس رياضيات عدكم عدكم كتابة كتبوا اي رقم يعني تعتقدوا اوش قد عدكم رياضيات بالجدول لشان عدكم how many english lessons do you have كم دارس انجليزي عدكم i have five اذا انا راجع لنا ايام الاسبوع sunday monday راجع لنا المواد الدراسية الواجب هو مراجعة غرف المنزل وتجواب عن how many rooms thank you my sweet people and goodbye